بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في هذا العدد الجديد جمعت لكم ككل يوم أكبر قدر عفوا من الأخبار أرجو أن تفيدكم وترضي شغفكم ابقوا معنا كشف موقع أبطل عالمي الخاص بالإحصائية اليوم السبت عن تشكيلة مثالية للدور الهولندي التشكيل المؤلن عنها اليوم ليست تشكيلة جولة أو مرحلة بل تشكيلة الموسم ككل ما يعني أنها ستظن فقط أفضل اللاعبين المتألقين موقع أبطل في مركز الوسط الدفاعي اختار النجم الجزائري ولعب توانتي رمز العرب الزروقي حيث أشهد به كثيرا وبأرقامه طيلة الموسم وخاصة بثبات مستوى وقال أنه كان الأفضل على الإطلاق في مركزه أبطل قال أن أرقام زروقي سمحت له بالتفوق على نجوم أجاكس وأيضا بياز في إندوفان وهو أمر ليس بالهيين بالمرة وقدم زروقي مستوى كبير وكبير جدا منذ بداية الدور توجه كما سبق إشارة إليه بالتواجد في تشكيلة الموسم يتنقى النادي نابولي غدا الأحد لملعب سبيزيا في لقاء من دون حسابات وأشبه باللقاء الودي لذلك قرر المدرب سباليتي منح الفرصة لبعض اللاعبين الكورياري ديلو سبور قالت أن لعب الخضر فوزي غلام سيكون على رأسهم لقاء يوم غد سيكون بمثابة ودعية لفوزي والذي لم يحظى بها في لقاء الجولة الماضية غلام سيغادر النادي والنادي يكون قد أبلغه بذلك وأشراكه أساسيا سيكون بمثابة الهدية له على كل السنوات التي قضاها في الفريق والتضحية التي قدمها في سبيله وفي وقت اللاحق من مساء اليوم السبت نشط مدرب نابولي لوسيانو سباليتي ندوة صعفية للحديث عن لقاء سبيزيا غدا سباليتي أكد الأخبار المتداولة عن وجود غلام أساسيا في اللقاء اليوم والذي سيكون الأخير له ليس هذا وفقط بل أكد أنه سيحمل شارة القيادة سباليتي أتى على ذكر غلام حين السؤال عن من سيحمل شارة القيادة بين كوليبالي أو إنسيني وهنا قال أن القائد الجديد للفريق سيكون فوز غلام كل المؤشرة تقول أن اللقاء اليوم لقاء تكريمي ووداعي لغلام في الوقت الذي قرر فيه مدرب نابولي لوسيانو سباليتي منح الفرصة لبعض اللاعبين بمناسبة اللقاء الأخير في الدور غدا خاصة اللاعبين البودلاء لم يتم ذكر لعب الخضر أدمو الناس بينهم والناس وبحسب الإعلام الإيطالي سيغيبوا عن لقاء الغد وهذا بسبب معانته من إصعبا الموقع الرسمي لنادي نابولي كشف اليوم أنه الناس لم يتدرب رفقة المشموعة ولم يقم حتى بعمل مخصص وغاب بشكل كامل والناس وبحسب بيان الموقع الرسمي لناديه يعني على مستوى العضلة المقربة لكن من دون الإشارة بوضوح لقطورة الإصابة ولا لمدة الغياب لكن الأقرب أنه سيغيب عن لقاء الغد ما يعني أن موسمه انتهى فعليا الحديث عن ابتعاد الناس عن تدريبات فريقه يقودنا للحديث عن إمكانية غيابه عن تربص المنتخب الوطني والناس كان قد غاب عن تربص مارس الماضي بسبب الإصابة ويمكن أن يمتد غيابه لغاية تربص جوان فبحسب المصادر التي لدي والناس موجود رسميا في القائمة النهائية لكن حضوره بات ليس أكيد والناس لاعب موهوب لكن لا يختلف اثنان على أن المنتخب لم يستفد منه بالمرة المهم وقبل تسجيل الحلقة بقليل الحساب الرسمي لنادي نابولي على تويتر كشف عن قائمة المعنيين بلقاء غد وكما تلاحظون تأكد غياب الناس رسميا يبدو أن لعب الخضر المستقبل يانيس حماش سيرعب قريبا في فريق جديد فبعد ثلاث أيام فقط عن الخبر الذي أوردته حول رغبة الكثير من الأندية في ضمه ها هي أندية جديدة ومن دوريات جديدة تنضم للسباق وفيما يلي تفاصيل الخبر سبق وتكلمنا عن رغبة ناديي ساصول وبولونيا أيضا الإيطاليين في ضمه حماش وتكلمنا أيضا في نفس التقرير عن وجود كثير من النوادي الفرنسية التي ترغب في ضمه من دون ذكر أسمائها التقارير البرتغالية كشفت اليوم عن أسماء الأندية الفرنسية التي تريد الجزائري النوادي كلها متوسطة القوة وهي سانتيتيان براست لوريون وأخواهم نادي نيس النوادي الفرنسية السابقة تعتبر نوادي متوسطة على العموم لكن يبقى أهمها نادي نيس والذي يملك القدرة المالية وأيضا الفنية ويمكنه أن يكون مفيدا جدا للجزائري ليس فقط من فرنسا وإيطاليا نوادي من دوريات أخرى ترغب في ضم المتألق الجزائري نفس المصادر قالت أن نادي فينورد روتردام ثالثة دوري الهولندي يسعى لتقويد الجهة اليسرى من دفاعه ويرى أن نظم حماش ربما يكون خيارا مفيدا فينورد نادي تاريخي ويلعب دائما على المراكز الأولى في هولندا وربما يكون خيارا جيدا في حال اختياره إضافة إلى هولندا هناك أيضا تركيا ومن هناك طلب نادي قالت صارع التعاقد من حماش قالت صارع يعاني منذ موسمين وإدارة النادي تسعى لتجديد دماء الفريق وترى أن حماش يمكن أن يكون خيارا جيدا على الجهة اليسرى قالت صارع نادي غني ويمكنه أن يقدم الراتب الأكبر لحماش التقارير البرتغالية التي تكلمت عن مستقبل حماش قالت أن رحيله أكيد ناتو المصادر قالت أن إدارة بوافيستا موافقة على رحيل اللاعب لكن بصرط الحصول على العرض الجيد وبالحديث عن العرض الجيد قالت نفس التقارير أن قيمة اللاعب هي مليون أورو فقط مليون أورو أراه مبلغ زهيد وجد هزيل انتهى الموسم التركي بالنسبة لسوفيان فيغولي وقالت صارعي بلقاء أنطاليا سبورغ يوم أمس لقاء أتبعه حارث الفريق الأوروغوياني فرناندو موسليرا بتصريحات وجه فيها الشكر لجميع اللاعبين وأيضا الإدارة وأتى فيها على ذكر سوفيان فيغولي حارث قالت صارعي قال أنه لا يعلم إن كان فيغولي سيبقى مع الفريق أم لا لكن في حال رحيله فإنه سيوجه له التحية على كل مقدمة بحسب رأي تحية موسليرة لفيغولي تأكيد آخر على رحيل اللاعب يشار إلى أن مدرب قالت صارعي دومينيك تورينت وصلت هميش فيغولي ولم يوجه له الدعوة للعب آخر لقاء ما يؤكد عدم الرغبة في إبقائه ودفعه نحو الرحيل سوفيان بالمناسبة لم يلعب إلا دقائق معدودة في آخر شهرين كنا قد كشفنا في عدد أمس عن تهميش لعب خضر رياض بودبوز من طرف مدربه وعدم استحابه للقاء نونت صارت اليوم لكن من دون الكشف عن السبب موقع بيت فوتبول كلوب الفرنسي كشف عن ما سماه السباب الحقيقي لذلك الموقع الفرنسي السابق أكد أن عدم ضم بودبوز ليس فني والمدرب باسكال ديبرا غاضب منه جدا بيت فوتبول كلوب قال أن بودبوز لم يكن حاضرا ذهنيا للعب اللقاء ولم يكن يملك الروح القتالية والمدرب رأى أنه ليس حاضر كفاية ليكون ضمن المجموعة لذلك عاقبه بالغياب ليس هذا وفقط الموقع ذاته قال أن السبب هو سلوكات بودبوز طيلة الأيام الماضية والتي لم يحبها المدرب الحديث عن تهميش لاعبين بسبب أنهم لا يملكون الروح القتالية ليس بالأمر الجديد فبودبوز ليس إلا ثالث لاعب يهمش بهذا السبب وسبقه في ذلك إسلام سليماني وأيضا إسحاق بالفضيل قبل شهر من الآن إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية عددنا لنهار اليوم مع التمنية بأن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم أتمنى أن تواصلوا دعمنا وبدوري أنا سأحاول أن أقدم لكم كل ما هو جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر